أنا شايفة طبعاً مباراة صعبة جداً والزمالك عنده العيوة مميزة والأهلي عنده العيوة مميزة جيمي رأيك إيه؟ مباراة صعبة جداً تعايز تجيب بس عشان خطر الرهان لا يا عم خلالها هو خسر خلالها هو خسر خلالها هو خسر مباراة صعبة جداً جميلزي بترى بيحاول إنه حفظ دعات الزمالك شوية أفكار وبالمناسبة كنا بنتكلم في أول حلقة على قصة بتاع الراجل الثالث وإنه بيحاول يعمله طب تعالى بقى نشوف الزمالك بيعمل إيه؟ الزمالك بيعمل في دقيقة الزمالك بيعمل إيه؟ في آخر الجولين جابه مش قولك ما قبل كده اللي هم الراجل قصة كل يابه أربع متشاط تعالى أشوف جول الأول للزمالك فيه أبو سليم الجول اللي جابه الزمالك جول المكسب بتاع عمر جابر وتعالى أوريك نمط واحد بتاعي إن أنا دايما بص هنا بص زيزو وقف هنا ثواني وقف هنا ثواني لا ارجع 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 معلش ارجع معلش بص هنا الراجل يعمل إيه؟ زيزو مكانه مش هنا زيزو بلعب نحة التانية ماش واحد كتير بياخدوا الحرية زيزو هيعمل هنا زيزو واقفة هو هيبتلي أول ما الكرة هتتجمع أنا حيتليمين الكرة اللي حافظنا اللي تلعبتهم وراء اللي قبلها على طول في مبراطة بوسليم بس أجبها لك فكسات بعد شوية أول ما الكرة هنا هيستلم يعمل الباس بص حركة زيزو انسى الكرة خالص بص يا زيزو يعمل إيه؟ زيزو نازل مش عشان أخد الكرة زيزو نازل يسحب معا المدافع ويفضي المنطقة زيزو بس الشرطة هالناس زيزو اللي جنب عمر جابر زيزو اللي جنب عمر عمر آخر العيد في الصورة ناحية تليمين اللي قبله على طول من الزمالك هو زيزو نازل يسحب الراجل عشان يفرج المنطقة دي بقاءة الفريم اللي بعده اللي هتتحط على طول في الاسبيس اللي سحب الراجل زيزو سحبه لتحت عشان يطلع عمر جابر يكمل الكرة يكمل اللعبة على عدلتها والكرة يسجل عمر جابر وجاب تلات نقط مهمين جدا في الديها سبعة وتلاتين وقتانية وتلاتين من الشرطة التانية أمام الدخلية نفس الشكل من الزاوية العكسية هدف من لعبة محفوظة مكررة بشكل كبير جدا انه لعيب التالت بينزل سواء كان المهاجم أو الجناح بينزل يسحب المدافع لتحت يفضي الاسبيس ويروح اللعيب التاني هو اللي يكمل هتلي بقى بعديها على طول الهدف اللي كان في مرمى أبو سليم بنفس الشكل بنفس النمط بنفس الطريقة مع اختلاف ان عمر جابر في المباراة دي كان بيلعب في الزراس بص هنا زيزو هو اللي طالع بر هيسند الكرة لتحت على ناصر منسي يكمل فريم اللي بعده هيحاول نزل هنا ناصر استلمها ناصر مش نازل يستلمها عشان يليف هو يحطها ناصر هيبتري ينزل يستلم تاني كمل هيحطها لزيزو فريم اللي بعده كمان كمان فريم هيبتري هنا هتروح لعمر جابر عمر جابر هو اللي تحت آخر العيد في الصورة من ناحيتي هنا ناحية الشمال لكم بيلعب في المباراة دي ضدير ايسر بعد كانش فتوح لسه جهز هيحطها وبص بقى السحبة اللي هتتم دلوقتي بص الراجل نازل زيزو موجود تحت طالع الراجل معاه وبص الحركة بتاعت ناصر مانسي في الاسبيسي اللي تخلق بعد كده كمل كفريم كمان بص الحركة ابتلع الراجل الراجل اللي داخل جوه الـ 18 عمل البنتريشن ساحب معاه ناظر السنتر باك هيسيب ناصر الكرة تنزل تسقط مورا كمي الفريم اللي بعده مشي التانية التالتة جول بنفس الطريقة من نفس المنطقة اخر حاجة معرفش معنا وقتها لا معنا عشر ثماني طيب اخر حاجة لا حاجة حاجة هتولد لا اقولها عطول نفس المشكلة بيزعوني جوهر طيب نفس المشكلة اللي عند النادي الاهلي فانصاف المساحات اللي مبين او في ظهر محمد هاني والعيب اللي هيلعب جنبه نحي تلمين اللي في الغالب رامي ربيعة واللي كان قبل كده يسر ابراهيم هي نفس الميزة اللي عند الزمالك ونفس الميزة اللي بيطبقها الاهلي في الجبع بتاع تعالي معلول فانا بالنسبالي هي مباراة صراع الرجل الثالث مين هيقدر يقفل عليه ومين هيقدر انه يشتغل عليه بشكل جيد ومين هيقدر يسجل هو اللي يكسر مباراة القادم جيمي بشكرك شكرا جزيلا شكرا